السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة ايها الاحباب الكرام سؤال يطرح عن قضية الفدية ما هي الفدية ما مقدارها الفدية ايها الاحباب الكرام هي عوض يقدمه الصائم الذي عاجز عن الصيام من هو الصائم الذي يعجز عن الصيام قد يكون الشيخ الكبير والمرأة العجوز قد تكون المرأة الحامل والمرأة المرضع وقد يكون كل من هو عاجز عن الصيام والفدية نوعين هناك الفدية الكبرى والفدية الصغرى الفدية الكبرى هذه خطيرة هي الذي افسد الصيامه عمدا عليه الفدية الكبرى ويعتق رقبة مؤمنة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينة اما الفدية الصغرى فهذه العلماء وقعوا في اختلاف فيها في تقديرها منهم من قال هي صاع من طعام منهم من قال هي نصف صاع من طعام بل منهم من قال هي ربع صاع من طعام فالمقدار هو يختلف ولكن الرأي الراجح عند جمهور العلماء يعني وجب الطعام تكونه كافية الامام احمد ابن حنبل رضي الله عنه لما سئل عن امرأة اكلت رمضان افطت في رمضان كله تلاتين يوما فلما سألته ماذا افعل قال اجمعي تلاتين مسكين واطعميهم قالت مما اطعمهم قال من اوسط ما تطعمون اهليكم والمرأة قالت تحنوا مجمل طعامنا خبز ولحم وخضروات قال اطعميهم خبزا ولحما وخضروات مما تأكلون فالغالب ان العلماء يقولوا بان الفدية يكون مقدارها هكذا لكن الذي يقع فيه الاختلاف هل يمكن ان نخرج الفدية نقدره في الفقه الملكي والفقه الشافعي لا يجوز اخراج الفدية نقدا لابد ان تكون اطعاما وقد قال ربنا عز وجل ففدية من صيام او طعام مسكين سمها طعام فتقيدا بحرف القرآن وظاهر القرآن الكريم فالشافعية والمالكية هذا المذهبين قالوا بان لابد ان يكون الكفارة من الاطعام ليس من النقد لكن الحنفية قالوا نقدا نقدا لماذا قالوا بان النقد هو انفع للفقير وايسر على الغني انفع للفقير لان الفقر اذا اخذ المال ممكن ان يشتري به على مزاجه وعلى رغبته يشتري ما يشاء لا تفرض عليه ماذا يأكل وهو ايضا ايسر للغني فالغني من الاحسن له ان يقدم مالا عوض ان يبحث في الاسواق ويحمل الاتقال وينتقل من مكان الى مكان هذا الفكر الحنفي الفقه الحنفي قال اخرجوا نقدا هو اولى بعض العلماء المعاصرين قالوا وفي عصرنا هذا كان من باب اولى لان الناس كتروا والمصالح تشعبت والناس في ظروف خاصة فاخراجوها نقدا كان افضل فكم اقدروها نقدا منهم من قال هي اثنى عشر درهما منهم من قال خمسة عشر درهما منهم من جعلها مجرد عشر دراهم لان اختلاف في الصاع او نصف الصاع او ربع الصاع لكن الرأي الراجح هو ان يكون من اوسط ما تطعمون اهليكم يعني المائدة التي تأكل منها انت ماذا تأكل في الافطار قوم ذلك الطعام قد هناك من فقير يأكل ما تيسر وهناك المتوسط يزيد عن حده وهناك التري الذي تكون مائدته مباركة فالانسان على قدر على قدر طعامه ينبغي ان يخرج ذلك بعض الفقهاء المالكية في المغرب عندنا عادات جميلة نقوم بها اما اننا في اول رمضان الناس يشترون يشترون القفة رمضان يذهبون عند المتجر ويطلبون منه مواد غدائية بمقدار التمن المعروف يعني طلت شهر رمضان حوالي 300 درهم 300 درهم تغطي رمضان بكامل 30 يوما طبعا ومن زاد زاده الله في الفضل وزاده الله تعالى في الكرام من اراد ان يجعلها 500 درهم او 1000 درهم او اكتر فله ذلك لكن الحد الادنى لشهر بكامله هو 300 درهم هذا اعتدى المغاربة على فعله في اول رمضان او في اوسطه انهم يشترون قفة في رمضان منهم من يوزعها يجعل شطرا في اول رمضان والشطر التاني في وسط رمضان قفة فيها مواد غدائية من سكر وضقيق وشاي وما جاورة ذلك ويسلمها لأسرة فقيرة تعدل 30 يوما اذا عطيتهم قفة بت300 درهم بستلفريال معنى انك كفرت عن شهر بكامله هناك مغاربة اخرون يقومون بعمل اخر ينتظرون ليلة القدر المباركة فليلة القدر ان شاء الله تعالى تكون في العشر الاواخر من رمضان ونحن على ابوابها باذن الله فبعض المسلمين يقومون بطهي الطعام الطعام المفضل عند المغاربة في الصدقات هو الكسكس فيصنعون الطباق من الكسكس طبق كل طبق يكون متوسط او كبير يجمع تمانية الى عشرة اذا كانت قصعة كبيرة كتجمع عشرة دي الناس فالشهر بكامله يكفيه ان يصنع ثلاث قصعات ثلاث قصعات ويضعها اين في الغالب الناس يضعونها في المساجد فعند ابواب المساجد كان يتجمع هناك الفقراء والمساكين وعابروا السبيل ويقيمون ليلة القدر بكاملها ويشعرون بالجوع وبالعطش فلا يضطرون للعودة الى بيوتهم او يبحثون عن طعامهم فان الناس ياتون بقصعات الكسكس ومن هؤلاء الذين عندهم دين رمضان لابد ان يخرجوا الفدية فيخرجونها من الطعام الكسكس فالطريقة هي تقاليد وعادات نبيلة والصواب ان كل ما فعله المؤمن صحيح باذن الله سواء اخرجتها نقدا حاولي خمس عشر درهم في اليوم او جمعتها الدفعة واحدة اعطيتها لأسرة فقيرة نقدا او كانت قفة رمضان او كانت قصعة كسكس كله فيه خير فيه منفعة وجميل ان ننوع يعني فئة تفعل هكذا وفئة تفعل هكذا وفئة تفعل هكذا ونكون قد خلقنا جو من التضامن والتكافل بين افراد المجتمع فاسأل الله تعالى ان يتقبل من الجميع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة شكرا